اه انا كنت في واحدة بتعامل معيها وكانت خدت حاجات تقصيد بس للأسف هي كذبت يعني ما بقيتش تقول ان الحاجات دي ليها كلها كت بتقول ان هي مثلا لختها لأخوها لكلام ده فالمهم يعني اكتشبت في الاخر ان الحاجات ليها فتعصرت في السادات فاضطريت ان انا اكلم والدها فبعد عشرين يوم والدها اتوفى اللي عرفت ان هو والدها من الزعل عليها يعني من الزعل المقف البنت حطته فيه هل انا علي زمد؟ لا يعني انا ما كانش اقضي طبعا ان انا يعني ان انا اضره او لا يعني ان انا عمله مشكلة يعني انت نقص انا عايز انا اقولك ايو انت السبب في موته لا طبعا تعددت الاسباب والموت واحده لكل اجل انكتاب هو جاله اجله انتهى اجله ففارق دنيانا تمام لكن انا بص انا عايز اقولك على حاجة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ودي رسالة ليكي ودي رسالة ليكي والكل حد سمعني النهاردة بيتعامل في البيع والشراء والتجارة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولي رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يعني ايه لما اجي ابيع يبقى عندي سماحة في البيع فلو جي حد مثلا حلته على قده اقدر ادهاله بسعر التكلفة وكأننا تصدق ودي صدقة وقولي رب ابتغاء وجهك وسهل على الناس يبقى خير وبرك عندي سماحة في البيع رقم اتنين سمحا اذا اشترى لما اجي اشتري وبزعل قوي قوي من الناس اللي بتروح تفاصل بيعت الجرجير يعني دي المسكينة بتبقى لها ربطتين جرجير بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه بتفاصل في ايه ويروح بقى يدخل مطعم يصرف له تلات اربع خمس تلاف جنيه ويبقشش بمتين جنيه بقشيش يعني انت رايح تجدل الست في عشرة جنيه يعني خلي عندكم سماحة وانتو بتشتروا او واحد بيقول لك حاجة قلت على باب الله كده بكم يا حاج بخمسة طب حيل وقوي الدين يا حاج اقول لك انا اخد التلاتة بعشرين بس هم لحلوين هم التلاتة بخمستاش لا 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 انا اخدهم بعشرين عايزة ساعدوا على فكرة دي صدقة من اعظم الصدقات لانه ما بتكسرش نفسه لانه هو بياخدها بعزة كده لانه بيبعلك تمام رقم تلاتة سمحا اذا اقتضى يعني ايه انا ليه حق عند واحد وبعدين ايش ياخد الرح من البلاط لقيت واعد على البلاط فمن تصدق به فهو كفارة له رسالة الى الجميع فلان مديون لك بخمسمائة جنيه وانت شايف حالته كرب وانت الحمد لله ربنا غنيك ومش في احتياج للخمسمائة جنيه قل يا رب دول صدق ابتغاء وجهك ويا فلان انا ما ليش حاجة عندك ازاي لو الله ما ليه حاجة خلاص شكرا توكل على الله يساهل لك النبي قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان موسرا كان رجل بتاعة جارة بيتاجر وعنده شركة فكان يأمر غلمانه تجاوز عن المعسر يقول لهم يا ولاد اللي عليكم بياه لو مش قادر يسددها افلس اطعوها اقول لهم مش عايزين منك حاجة فيوم القيامة ربنا قال ليه نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه ادخلوه الجنة ربنا دخلوه الجنة تمام فتخيالي احنا عايزين كل اللي بيتعاملوا في السوق بيعا وشراءا واقتضاءا يا جماعة الرحمة نترحم فيما بيننا طيب ممكن طلب اخير اخد الرقم الخاص بحضرتك حاضر حولك على الكنترول واخونا يوسف هيديل حضرتك شكرا لك شكرا لك شكرا لك رسالة يا جماعة واحنا واحنا على اعتاب عام هجري جديد ياريتنا نتعامل بمنهج ومبدأ السماحة اصلي انا مش معقول كده يعني اولادي اولى على فكرة انا لو تصدقت على واحد معسر بخمسمائة جنيه اولادي اولى بالخمسمائة جنيه لا حضرتك انت بشو اخد بالك الخمسمائة دول انا مدتهمش للمعسر انا ديتهم لربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا فربنا تلقاهم بيمينه سبحانه وتعالى النبي اللي قال كده ربنا بيقبل الصدقة بيمينه اذا كانت منطي بكسب وينميها ويربيها بينميها ويربيها كما يربي احدكم فلوها زي ما حد عنده المهرة ها عارف المهرة الفرسة الصغيرة دي بيربيها فربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات عارف يربي بينمي يعني ففيش حاجة بتضيع عند ربنا عايزين الناس يبقى عندها سماحة في البيع والشراء ومطالبة الحقوق ليك عند حد طلبه انما جيت لقيته ايه ميت معدم اللي ايش ياخد الريح من البلات هلين يقولك الدربة في الميت حرام واحد سمح الله خسر كل فلوسه ياخي روح طيب خطره وقول له اسمع ابن الناس مش حاجة عندك ها وانت متخال ان المال دي خلاص بقى معدوم يعني لا بالعكس ده انت حولت جهة المطالبة كان لك عند سين اصبح ربنا قالك بس سب الموضوع عندي وان تعفوا اقرب للتقوى فمن عفى واصلح فاجروا على الله الموضوع عندنا وانا هعوضك سبحان الله اهلنا كانوا دايما يقولون لنا جملة جميلة اوي يا حضرات بيقول لك صاحب العوض موجود يقصودوا ايه يا ربنا بيعوض والله العظيم فعايز الناس يحتعاملوا بهذا المنطق في البيع والشراء انت راجل طبيب بصوا انا عجبني اوي 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 يعني اطباء انا عرفهم معرفة شخصية مدي خبر للممرضة اللي برا او السكرتاري يعني المريض اللي جيلي يدخلي اي مريض جاي يدخلي معه فلوس او معهش فلوس ومدي تعليمات بكده المريض يتعالج المريض نكشف عليه ونعالجه ومنهم كمان دكاترة ربنا يراضيهم ويبارك فيهم بيبقى عارف الحالة اللي قدامه معهوش بيدوله دوما عنده كمان يقول له تب خد بس ده لانه تعرفين الاطباء بيجي لها عينات مجانية من الادوية فممكن تلاقي عنده مضاد حيوية تلاقي عنده فيتامين تلاقي عنده حاجات من دي يعني بيده الناس اللي محتاجها يا بختهم يا حظهم الجميل يا سعدهم لانه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي ليه ما بنعملش كده ليه ما بنعش كده ليه ما بنحسش ببعض ليه ما التجروش مع ربنا الخلق وعيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله أحب واحد لربنا اللي هو مصدر نفع للناس ساعدوا الناس وقفوا جنب الغلابة والمساكين فين المحامي اللي بيطرافع عن الفقراء بدون أجر بدون أتعاب فين المعلم اللي بيدي الولاد دروس تقوية ويساعدهم الأولاد الفقراء والأيتام لوجه الله مش عايز منهم حاجة